بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يواسع الكرم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته النهاردة إن شاء الله هنعيش مع بعض في هذه الحلقة عن حياة سيدنا رسول لا ناخد كده مقتطفات من ولادته إلى بعثته إلى وفاته سيدنا النبي ولد إمتى؟ في عام الفيل وتمهد الأقدار للأقدار يعني إيه أبرها جاء ليهدم الكعبة فربنا أرسل عليه إيه طيرا أبابيل في نفس السنة وفي نفس العام يولد النبي أبرها يريد أن يقضي على الكعبة وأن يستحل الكعبة وأن يهدم الكعبة فيمحو الله أثره من على الأرض بإيه؟ بطير أبابيل بحجارة من سجيل حجارة صغيرة ألك الحجر ما بالحبة العدس وحبة الفول الحبة أو الحجر ينزل على الواحد من جند أبراها فيقسمه نصفين ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وكأن الله يمهد لولادة رسول الله فييجي سيدنا النبي في نفس العام يأتي النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني الزمزمي ليه؟ ليعظم الكعبة يجعل الكعبة لها حرمة يجعل الكعبة مقصد للعباد والزهاد والحجاج والعمار ولكل من أتى إليها يعظمها يعظم بيت الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سيدنا النبي ولد في مكة المكرمة في شهر ربيع الأول وربيع الأنور فتشرف الربيع به وتشرف الزمان والمكان به حتى إن سيدنا حسان بن ثابت يقول لنا سمعت واحد بينادي في مكة وبيقول طلع الليلة نجم أحمد كان حسان في الوقت ده عمره سبع أو تمن سنوات يقول كنت شابا يافعا أو غلاما يافعا سمع اللي بيقول طلع الليلة نجم أحمد سيدنا النبي ولد صلى الله عليه وسلم النيران بتاع المجوس أطفئت وإيوان كسرة تصدعت شرفاته في هذا اليوم لأن النبي ولد وأم النبي تشوف أنوار خرجت منها أنوار حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة ورأت أم النبي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرة في أرض الشام صلى الله عليه وسلم هاروح فاصل وارجع لكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة